مرحبا بكم أيها الأصدقاء الكرام مولينكس هنا ليس في شمال فرقيا فقط بل في العالم تعرف هذه الطحانات أو الطاحون التي تطحن العصير يتم طحن الخضار والفواكه لتحضير العصير بها أو طحن التوابل وغير ذلك لفترة طويلة عرفت بمولينكس مولينكس ليس هو اسم الآلة إنما هو كناية عن الآلة الأكثر يعني جودة من ناحية الصنع والأكثر شهرة وهي مولينكس الفرنسية الآن يعني في العشرين سنة الأخيرة ما عادت مولينكس وحدها في السوق هناك العديد من المركات دينوة هذه وتوروس هذه ربما كانت بعض المركات أشهر في بلدانها ومولينكس بعد الأماكن لكن المهم تبقى هذه مولينكس كانت مشهورة جدا اليوم نحن بعد أن تم تحضير العصائر وتناولها والاستفادة من فيتاميناتها ومن متعات اللحظة وبعد أن تم طحن العديد من التوابل وغير ذلك على مدى أيام وشهور وسنين قد حانت لحظة النهاية لهذه كما لكل شيء إذا ما تم نقصانه أو لكل بداية النهاية نهايتها ستكون على يدنا اليوم محاولين استخراج المواد المواد الثمينة منها والتي يمكن إعادة تدويرها وبيئها تكسباً للمال منها أو للاحتفاظ ببعض القطع غالباً سوف يكون المستهدف عندنا هنا هو النحاس بدرجة أولى والمعدن معدن الحديد بدرجة ثانية ثم البترول نستخرج البترول خاصتنا من هنا وتذكر أنك يمكن أن تكون تاجراً في البترول والنفط الخام بين قوسي الخام لكن دون أن تعرف كيف ذلك هيا معاً نكمل الفيديو أيها الأزقاء دعوا اللايك للفيديو اشتركوا في القناة فعل زر الجرس ساعد الفيديو في الانتشار والقناة في النمو شكراً لكم هيا إذن من أوائل الأشياء التي عندنا هنا المعدن عندنا هذا السلك الكهربائي هذا هنا وغالباً يكون سلك جيد هذا خصاً للمركز يعني الأصلية وإذن هذا فيه نحاس يكون جيد أول شيء نقوم هنا قص هذا الرأس من هنا هذا دائماً يقصه كذا والآخر كذلك أريتكم في حلقة سابقة كيف يمكن عليك أن تحتفظ أقل شيء بعشرة من هذه الأسلك تقوم بتفكيكها من الداخل بطريقة جيدة لكن ليس هنا غالباً يكون هذا في التلفازات وغير ذلك والأجهزة الإلكترونية أخرى لأنها تكون هنا مشبوكة بطريقة يعني اتصالية وليس هكذا هكذا هنا ربما غالباً سوف يكون يعني مشبوك بطريقة مكوية هذه توضع هنا في مكانها لأنها تذهب إلى الرؤوس الخاصة المحتوية على معدن النحاس الأصفر هنا لكن بعدها تقوم باختبار هذه لأنها بدأوا الآن يضعون الحديد يعني وذلك في إطار خفض المعادن الثمينة وشبئة الثمينة إلى درجة كبيرة من الاستخدام في الإلكترونيات الجديدة هكذا اخراج هذا من هنا هكذا وها هي ما الذي عندنا هنا إذن هنا يا سلام محرك شامل للنحاس لكن علينا اختبار هذا النحاس فبدأوا كما قلنا في إطار تخفيف المعادن الثمينة يعني لأن تكون الأشعة رخيصة يستخدمون أيضا أسلاك من الألومنيوم وهي مصبوعة كذا وتبدو كالنحاس لكن هذا الداخل هناك يمكنك أن ترى الذي هو مهم هذه سوف تتفاوض عليها صديق خرج من هذه الآلة يمكنك أن تتفاوض على حسب السلك المستخدم في الوشعة في الداخل هذا غالب أن يكون نحاس هذا الخارج يبدأ الآن يستعملون الألومنيوم المصبوغ كذا ويبدو كأنه نحاس هيا بنا إذن نكمل الأمر هنا نقوم بقصها هنا هكذا إذن هذا هو المحرك البديع هذا يوضع مع المحركات إن كانت تجارتك يعني تجارة سريعة وواسعة وذات سربحة يعني من جميع مواد المعادن هكذا يبع وإن كان مثلا أنك تتخصص في يعني تفكي كل تجارة صغيرة مهم تجارة صغيرة في المعادن يجب أن تفكي كل شيء أخرج هذا النحاس كانت كبيرة الأمر الممتازة والله الحمد فغالبا أنا ما أقوم برمي هذه كلها مع الوشائع ولا أكلف نفسي عن استخراج هذا النحاس إلا قليلا إلا قليلا هكذا أبيعها لكن تكون عندي أشياء أخرى للاستعمال أما ليس عندي فيجب أن نركز على هذا وهنا يكون نفس السعر يجب أن نختبره إن كان نحسن هذا الكبل هنا نحسن نقوم بهذه العملية هنا نقوم بجرحه هكذا هكذا وكما قلنا أيها الأصدقاء واتصدحت مخاوفنا إذن يمكنكم أن تروا اللون الأبيض إنه لون الألومنيوم ها إذن هذه درجة ثانية إذا كان معمل الخردة شاطرا فسوف يقول لك إن هذه مجرد خردة حديد وهذا هنا ألومنيوم كما ترى ها فيجب أن تبيعه لنا بسعر الحديد لكن أنت ذلك الداخل الداخل هناك ذلك مؤكد يكون نحاس لأن يقتصمون التكلفة ذلك نحاس وهذا ألومنيوم ستقول له إن الذي في الداخل نحاس وهذا ألومنيوم أنا متفق معك وبهذا عوض أن تبيع هذه هكذا يعني بثمن خردة الحديد يمكن أن يزيد في السعر قليلا ولكن لا يصل إلى ثمن خردة المحاولات المحتوية المخلوطة على نحاس وحديد يمكنك أيضا أن تتعمق في زيادة تفكيكها وإخراج الوشيعة الداخلية فقط تلك الوشيعة الداخلية فقط يعني تلك تكون بثمن وشيعة ما يسمى التنقية النحاسية يعني حديد ونحس يعني لا تبقى هذه ترمية وتخرج الداخل فقط لكن يبقى شيئا بديعا حقا أيها الأصدقاء وأبدعوا منه هو متابعتكم وتشجيعكم لنا في هذا ونحن نستمتع معا إذن ماذا تبقى عندنا هنا ماذا كان هنا هذين المقبصين وهذه الوشع المحرك الوشع النحاس والألومنيوم إن شئنا القول وكيفل من النحاس هنا وهذا هذا هو البترول خاصتك أيها صديق أيها صديقة في معاملتك بالبلاستيك وبإياه وتجميعك والتخصص فيه فكأن ما عندك البترول خاصتك لأن ماذا هو البلاستيك البلاستيك ما هو إلا مشق من مشقات البترول هناك من يرى أنه من الأفضل أن يتخصص فقط في البلاستيك هناك البلاستيك هناك أنواع من البلاستيك لا تعمل لكن هذه تعمل هذه كلها رطبة تذكروا دائما نشوف الأدوات المنزلية للطبخ أو للغاسي الملابس وغير ذلك التي يكون بلاستيك فيها معرض هكذا للصدمات فهو يكون من البلاستيك الجيد الرطب هذا يعمل صانع بوضع بلاستيك فيها يعني منتعي الصلاحية البلاستيك يعني يتكسر بسرعة لكنه يعلم أنك سوف لن تصدم مثلا تتلفز بينما هذه ستصدم دائما تذكروا الأدوات التي تصدم في المنزل مثلا الدال وصحون الغاسي أو هذه الأشياء تصدم سوف يكون بلاستيك رطب على الغالب في الآلات التي لا تصدم وتجلس لمدة طويلة في مكان وحيث ويكون بلاستيك يعني الذي أعيد تدويره لعديد المرات وغالبا يتم حرقه ولا يعد تدويره ويكون ذلك من النوع الهش والقاصي جدا ذلك أصلا لا يعمل ولا يتجر فيه إلا في بعض البلدان القليلة ويأخذوا بالطن هذا يأخذوا بالكلوات ونحن المملكة المغربية إذن عندنا أيها الأصدقاء محرك مقبسين كابل نحاسي والبترول خاصتنا إلى اللقاء بارك الله فيكم جميعا اشتركوا في القناة